رودري منذ لحظات فاز بجائزة أفضل لعب في العالم الجائزة اللي بتقدمها البالوندور الفرنسية الشهيرة فرانس فوتبول فاز بجائزة أفضل لعب في العالم لعب أسباني، لعب الوسط الأسباني، لعب الرائع، لعب المميز، لعب الكبير بيعمل أداء رائع جداً رودري سواء مع منشستر سيتي أو كقائد للمنتخب الأسباني الفائز ببطولة اليورو أحكي لك حكاية رودري بالنسبة لي، بالنسبة لأنا، هو أعظم لعب وسط مدافع جي في التاريخ على الأقل اللي شفته بعيني تمام؟ رودري، وأنا قلت كده لما تصمع منشستر سيتي في بداية الموسم في الدولة الإنجليزية إنه ما فيش لعيب هيتأثر بيه منشستر سيتي زي التأثر بغياب رودري حتى هيلند، شوف بقولك حتى هيلند، بالنسبة لي حتى دي بروين رودري هو قلب الفريق، قلب منشستر سيتي وقلب المنتخب الأسباني توقف هذا القلب، أي فريق هيقى؟ مدهش، فيه دايما خلاف رودري ولا بوسكتس الأفضل في التاريخ، في المركز ده أنا بالنسبة لي رودري لعب متكامل جداً بيدافع كويس جداً، بيهاجم كويس جداً، قوي جداً، بيلعب برجل اليمين، بيلعب برجل الشمال عنه تصوبات من خارج المنطقة الجزائر، بيعرف يعمل ضربات رأس متكامل، مش طبيعي يعني رودري خد بالن دور النهاردة، مش فاكر إمتى آخر لعب وصل من دافع خد الجايزة دي، بس يستحق هذه الجايزة رودري ولكن، يعني يستحقها لأنه لعب عظيم، ولكن من الأعظم؟ هالرودري ولا فنيسيوس؟ اللي كان بيطلع نار من بقه الموسم اللي فات مدهش، بصوا جماعة أنا عندي مشكلة مع الجوائز الفردية سواء فرانس فوتبول أو الجايزة زبباست بتاعة الفيفا أو أي جوائز أصلاً عموماً، أي جوائز والله، سواء عالمية، محلية، عربية، ما عندي مشكلة مع الجوائز إن غالباً الجوائز دي ما بتتحطش لصاحب نصبها أو للشخص اللي يستحقها الجوائز دي بيبقى ليها ألف حزبة قبل ما تكون أنت تستحقها ولا لأ، ألف حزبة فبصراحة رودري يستحق آه أنه ياخد بالوندورز، آه، بس الموسم اللي فات ده فنيسيوس، ما فيهاش يعني الراجل عمل كل حاجة رياما دي النهاردة قطع الحفل بالمناسبة حفل البالوندور بسبب كسر الفنيسيوس دي دا جداً طبعاً الأمور دي بتتسرب من بدري فاكيد، هتقولي رياما دي عارف منين؟ رياما دي عارف أكيد من بدري بس يا فنيسيوس كان يعمل إيه تاني؟ فيه ظلم من الفنيسيوس، أنا بحس دايماً فنيسيوس دا مظلوم، في حد دايماً فيه ناس معينة عايزين يظلمه فنيسيوس ريام جاية كتير أكيد ليمنيسيوس، وهتبقى المنافسة غالباً بينه دايماً وبين مببئة على الجايزة دي بعد كده فخلونا نشوف، يعني خلونا نشوف رودري بالمناسبة من أول يوم وهو بيلعب كورة من هو صغير يعني شاف صعوبات، حكيلك حكاية يعني راجل دا وهو صغير كان حلمه إن يلعب في قتلة كومادريد راح أكاديمية قتلة كومادريد فعلاً وكان واضح إنه موهوب ورغم الموهبة دي هم خرجوه من الأكاديمية عشان إيه؟ عشان ضعف في تطوره البدني حاسين هو ضعيف ضعيف بدنية جسمه صغير وضعيف فمسؤول الأكاديمية قالك إيه؟ يمشي يمشي من قتلة كومادريد بطبيعة الحال وهو صغير كده رودري كان محبط جد راح أقل لوالده وقتها أنا عايز أرجع أقوى من الأول فراح فيا ريال طلب منهم إنه هم يعملوله برنامج بدني لوحده ووالده قال لهم هتفعلكم أنا الفلوس دي لأن الأكاديمية وقتها أكاديمية فيا ريال ما كيتش بتصرف على البرامج البدنية لللاعبين قدم مستوى مميز جدا مع فيا ريال وبعدها رجع تاني لأتلتكو مادريد الفريق الحلم بالنسبة له لو عايز يلعب فأتلتكو مادريد والده والد رودري كان مهتم جدا إنه يعلمه علمه كتير اشتغل معه كتير ساعده كتير كان بيعلمه في المدرسة وبياخده كل يوم المدرسة ودي الفريق بتاعه زي ما بيحصل عندنا بالزبط بالزبط يعني كلنا بص راح ده كده مسك كتب دي مش كتب دراسة دي كتب تعليم الكورة يعني تعليم إزاي يتعلم تاكتكس وحاجات زي كده كان بيروح كده الفرق طيب الناس الناس كتير هتقولك لأ يعني مثلا بقول رودري يستحق بس بنيسوس يستحق أكتر بينه البالوندور بس فيه ناس تقولك لأ ما يستحقش خالص لا أنا مش معاه عشان رودري الموسم اللي فات ده أو مش الموسم بس اللي فات الأربع مواسم اللي فاته كسب الستي الدول الإنجليزي أنا رأيي إنه رودري هو رقم واحد في منظومة اللاعبين في منشستر سيتي اللي لها الفضل في الفوز بيد عن بيب جورديول رودري طبعا فوز مع أسبانيا بيورو 2024 بفريق أو بمنتخب من الشباب من الشباب من 2023 البطولات اللي اكسبها رودري من 2023 البطولات اللي اكسبها رودري 8 بطولات لك أنت تخيل أنه واخد بطولات أكثر من فرقة السيتي فرقة السيتي يعني ومنتخب أسبانيا مرعب أداء مدهش أداء خطير من رودري يستحق طبعا بلندور وإن كنت يعني شايف أنه فينيسيوس كان يستحقها أكثر بشوية أداء خطير لك شوية